ودلوقت نشوف أبطال اليد في تحدي بجد أبطال الأهل لكرة اليد وصلوا للمملكة العربية السعودية في مدينة الدمام الفريب يشارك في كأس العالم لكرة اليد البعثة برئاسة الأستاذ محمد غزاوي عضو مجدس الإدارة والأهل بيلعب في المجموعة الأولى في 12 نادي يا جماعة في البطولة اتقسموا لأربع مجموعات أول كل مجموعة يعني كل مجموعة فيها ثلاث فرق هيصعد أول المجموعة لنصف النهائي الأهل في المجموعة الأولى معاه النور السعودي ومعاه البرشلونة الأسباني هيلعب الأهل يوم الثلاث بكرة إن شاء الله ساعة ثلاثة العصر مع النور السعودي ويلعب يوم الخميس الساعة ستة مساء مع برشلونة برشلونة واحد من أكبر أندية العالم في كرة اليد واخد البطولة خمس مرات آخر سبع سنين هو ضيف دائم على المباراة النهائية مع ماجد بيرج اللي خد منه البطولتين اللي فاتوا المجموعة الثانية فيها نادي الكويت وسام فرناندو إتش بي الأرجنتين وفوكس برلين المجموعة الثالثة ماجد بيرج الألماني والخليج السعودي وجامعة كوينزلندا الإسترالي والربعة فيها كيرسي بولندا والنجمة البحريني وسام فرانسيسكو الأمريكي شوف أنا أقول لك حاجة طبعا مجموعة الثالي النور أنا معرفش بس متأكد أن هم عايكونوا مستعدين بشكل مختلف وفكرة النور بيقطع لي مندو نرجو إن بإذن الله ما يقطعش معنا إحنا لا عايزين يقطع معنا لا يقطع يطفي حسب ترجمتك لكلمة يقطع لكن المهم يعني إحنا عايزين إحنا نور نحنا ما يقطعش إن شاء الله عشان تقدر لأن هلين مسألة مسألة أنت كواش بإذن الله حتعدي أنت عندك قوام هو عمو القوام الرئيسي لمنتخب مصر وكواش إنك المراضي رويح بكل عناصرك عناصرك يعني أنت الجور رجع لك حميد اللاشين رجع فوكسي رجع فالحمد الله وربنا يحمينا من الإصابات أنت عندك أول ماتش ده مهم جدا جدا اللي هو النور النور بكرة ساعة 3 العصر وكان نفسنا نقدر نتواصل ما لحقناش نتواصل مع أحد عشان نعرف أي معلومات عن الفرق أو المناخ والدنيا ماشي ازاي لكن 3 العصر الإجابة هتكون موجودة ونتمنى هتكون إجابة صحيحة وسعيدة بإذن الله أما إذا ماتش برشلونة ده هيبقى الطموح الزايد ده التحدي بجد لأنه أول كل مجموعة بيصعد للسيمي فاينال والتواني بيلعبوا على المراكز الثانية من الخامس للتامن والتوالت المجموعة بيلعبوا من التاسع للمركز الأخير إن شاء الله تعالى يكون الأهلي أحد الأندية المنافسة على البطولة في القمة إن شاء الله شكرا